السلام عليكم صباح الخير مساء النور وقت ما يلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم بأفصحة وعفية بإذن الله تصليوا على سيدنا محمد عليها أفضل الصلاة والسلام سعيدة جدا أخواتي بلقياكم مجددا طبعا نصفتنا اليوم كيك رولي بسكوي رولي أو سويس رول بطريقة مبسطة جدا سلف تحضير اقتصادي مكونة بسيطة جدا و بدون ما نفصله أصفر البيض على أبيض البيض للجنواز كتنجح معكم من أول تجربة بالأخص المبتدئات كدشي خفيفة مشربة معلكة بوحد ضق يا سلام تبع الفيديو للأخير بستفدو أكثر إلا كنتوا أول مرة كتشوفوني أنا زين بأذكري على قناة وصفات لديدة هابي فود بصح فضل النوويس أمرا إلا أعجبكم فيديو دعموا باللايك أو إعجاب فيديو أو للشراك في القناة ما تبعز الجرس هكذا بشتوصلوا بجميع الوصفات اللي سهلة وبسيطة وسريعة إن شاء الله لا كنتي أول مرة كتزوريني أختي فمرحبا بك تفقي أخت من أخواتي بإذن الله نخليكم مع طريقة تحضير فرجة ممتعة ونبدأ بإسم الله على بركة الله بنسبة الأول حاجة باش نحضر الجنواز اللي سهلة وبسيطة اللي كنتي أول مرة تجربها مبتدئة فأول مرة هتنجح معك من أول تجربة هنا في واحد الإناء عندي ربعات الحبات من البيض اللي تكونوا خارجين من تلاجة قبل نضيف كأس ناقص ملعقة كبيرة من السكر الخاشن أي سكر سانيدة بمقص كأس العلبة بوزن الكأس اللي عندي 125 ملي و نضيف ساشي واحد من فانيلا حبيبات هنا ضروري أخواتي كنحتاج للطراب الكهربائي فمن الأحسن الطراب الكهربائي باش نطلعوا البيض والسكر حتى يدعف الحجم تاعه أربعة حتى الخمسة المرات أكثر بالنسبة لهنا كنخلط الخليط بتاعنا المدة 6 دقائق حتى 9 دقائق الماكسيمو إلا استعملت العجنة فهي سريعة كتاخد معكم 6 دقائق فقط بدمك يدعف الحجم تاعه كيف كتشوفوا أخواتي كنت تحصلوا عليه بهذا الشكل هذا يعني قوام الغيمة و من ناجح الجنواز لازم نخدمه البيض والسكر جيدا هنا مباشرة كنضيف 2 معلقة كبيرة من الحليب اللي تكون خارج متلاجة قبل و كنضيف كذلك 2 معلقة كبيرة من الزيت يعني كفيما قلت لكم في العنوان هنستعمل معكم هات الجنواز بالملعقة و بالكأس بالأخص الناس يحتاجوا الملعقة و الكأس و بالمنلي كذلك فهنا كنخدم الخليط غير حاجة خفيفة يعني لمدة 20 ثانية هكذا و كنوقف باش ما ننزلوش الخليط اللي حنا نخدمناه و كنخدمه على درجة وحيدة فقط بالنسبة لهنا الدقيق أخواتيك في موعدكم بالملعقة هنا كنحتاجوا أن تستعمل بالكأس و في نفس الوقس الملعقة هنا هنضيف 4 معلقة كبيرة متكونش مملوقة جدا من الدقيق الرطب و متعددة الاستعمالات كتحطوا كأس العنبه قدامكم و كنضيفه بالملعقة هكذا باش توحده من تقلق و كنضيف كذلك 2 معلقة كبيرة من الكاكاو من الأحسن تكون نوعية ممتازة هكذا باش كتعطينا 1 ضق رفيع جدا للجنواز سفي أخواتي كف ما كتشوف معي كنتحصلوا على كأس ديال العنبه 125 ملي كيوز 125 ملي سفي هنا كنخلط الخليط بتاعنا جيدا و كنضيف له ملعقة صغيرة فقط و حد الساشي كنناخد منه ملعقة صغيرة من بيكين باودر أي خمر الحلويات و كنخلطهم جيدا كنتحصلوا على هاد القوام ديال النواشي في ديال الجنواز هنا أخواتي ضروري من الغرباء الأول من خل و كنناخد الخليط بتاعنا كنضيف 4 معلقة الأولى ما كنضيفش المكونات كلها بعضياتها يعني بالتدريج كندخل كندخلهم على 2 مرات يعني 2 مرات كندخل الخليط بتاعنا فهنا كنضيفت 4 معلقة الأولى و كنخلط الخليط بتاعنا غير من تحت الفوق هكدا غير بشوية باش ما ننزلوش الخليط بتاعنا أكثر كيف كتشوف معايا هنا سرعت معاكم في الفيديو فكما تشفتو في الأول كنخدموه غير بشوية من تحت الفوق حتى كندخل الكمية الأولى و من بعد كنضيف الكمية الثانية اللي تبقات لنا و من الأحسن تغرب له المكويدات هكدا باش ما يبقاش لنا و الحبيبات ديال بتاقي وبنفس الطريقة أخواتي هنا ما بغيش نسرع معاكم الفيديو باش تشوفوا من الأول كيفاش كنخدم الخليط بتاعنا يعني من تحت الفوق بالأخص الخليط ديال كاكاو هكدا باش ما ننزلوش القوام بتاعنا كنت تحصلوا عليه بهذه الشكلة دا ما شاء الله كيبقى مغيم لنا هنا عندي السنية ديال الفرن طبعا ديال كهرباء ديال الضو هنخلي يكون مقص بتاعها في صندق الوصفة إن شاء الله فهنا مباشرة كندهنا بالقليل من الزيت حاجة خفيفة و كنفرش لها ورقة الزبدة باش كتبقات تبتة معنا ما تتحركش معنا مباشرة كنصب الخليط بتاعنا ديال جينواز و بسبطلة أو بملعقة كنحاول نفرضو جيدا حتى كنتحصلو على طبقة واحدة متقدم معنا ما تجيش جيها طلعة و جيها نازلة كنخبطها على سطح العمل واحد جيش خبطات حتى الثلاثة حتى ربعة خبطات حكدا باش كتخرج هذك الفقاعات كاملة اللي فيها و مباشرة أخوتي ضروري الطريقة ديال الطاي في الفرن اللي كيكون سخن قبل على درجة حرار 150 كنفتح عليها لتحت المدة 8 دقائق ما نفوتش أكتر من هكدا باش ما تنشفش معاكم الجينواز و من بعد نفتح عليها دقيقتين من الفق يعني الجينواز كتاخد معاكم في الفرن عشرة دقائق ما تفوتوش عليها أكتر من هكدا و كانتحصلو عليها بهذه الشكلة دا ما ما شاء الله جينواز رائعة ناجحة مئة في مئة هنا مباشرة ويسخونة كنزولها من الصينية و كيف ما كتشوفوا معايا ما شاء الله رائعة هنا أول حاجة كنناخد واحد المينديل عفوان واحد ورق الزبدة وكنقلب الوجه بتاعها اللي التحت هكدا باش كنزولو هذك الورق اللي التحت يتيبقى متلسق معنا من الأحسن تفتحوا الجواني بجيدا هكدا باش منتفرتش معاكم و في أصافي هده مكان كننرجع عليها الورقة وكنقلبها على الوجه الثانية اللي كانت فيه وكنزول الورق ما شاء الله ما شاء ما شاء الله جينواز كما قلت لكم مرتبة خفيفة ناجحة مئة في مئة بالأخص المبتدئات نجح معاكم من أول تجربة خلاص أخواتي هنا مباشرة كنغطها بلوح بواحد المنديل وكنخليها جانبا هكدا باش ما تنشافش معانا بالنسبة ل هنا الكريمة عندي واحد الإناء كنضيف كأس من البودرة الشونتيه طبعا أنا مستعملش كريمة سائلة غير البودرة الشونتيه كأس بوزن 125 ميلي أو كأس العنباء كنضيف له ملعقة كبيرة من الكاكاو من الأحسن تكون النوعي ممتازة هكدا لأن كريمة ما نستعملش فيها الشوكولاتة هكدا باش كتعطينا الدق دية الشوكولاتة يكون رفيع جدا كانت فيه كأس من الحليب نفس الكأس اللي وزنت به البودرة الشونتيه كنوزن به كأس ديال الحليب كيكون بارد يعني جامد جدا وبالطرى بالكهربائي كنتلعوا الكريمة حتى كانت تحصلوا على واحد المنقار كتكون عقدة معانا وهنا أخواتي كنرجعوا الجينواز بتاعنا بدما غطيناها ووجدنا الكريمة كنلقوا مشاء الله هذك الحرارة رجعت لها خلتها أطرية أكثر هنا مباشرة بغيتوا تسقي وها مرحبا ما بغيتش تسقيها في حالي أنا فجت رائعة بدون ما نسقها باش ما تقطعش معكم الجينواز أكثر لأننا نستعمل القناة الشوكولاتة من الفوق في الحليب فخلا تكون طرية أكثر وكذلك الكريمة للداخل هنا الكريمة كنضيف واحد كيميا اللي لا بأس بها هكدا وكن نفرضها جيدا حتى كتبقى ليه طبقة وحيدة يمن كترهاش أكثر من غلطهاش أكثر ضفت كذلك واحد ملعقة كبيرة من شوكولاتة القابلة للدان أي نوعية متوفر عندكم وخلاص كنرولي أول رولة وبالورق كنستعم به هو اللي كيرولي ليه الجينواز بتاعنا بدون ما يتكسر معاكم بدون تشققات صدقوني رائع جدا وطريقة اللي استعملتها معاكم استعملوها بات طريقة للرول استعملو غير بالورق الدورة الأولى كتستعملوها بالإيد بتاعكم والباقي بالورق كتروليه وبالورق بهات الشكلة ده هنا كنحاول نزير عليها مزيان مزيان هكدا باش كتجمع راسها أكثر تباطلة أو أي سكين أو مصطرة هكدا باش كتدخل جيدا باش كيتجمع بها الطريقة هذي وهنا قبل ما ندخلو المجمد أنا حبيت ندهنو مباشرة يعني مرة واحدة يعني رولة واحدة مرة واحدة كل شي مرة واحدة بدون ما ندخلو نخرج المجمد صافي هنا الكريمة اللي تبقت لي كان ندهن السويس رول بتاعنا من الفوق هكدا كنعطيه واحد تغليفة لا بأسة بها هكدا وكنغلف حتى الجواني الجميع جمعون منخلي فيه تشي بلاسة وبالصبات طيلا طبعنا ركتعاونكم هكدا باش كتتغليفة تقدوها مزيان جيدا تفنيوها ممكن تستعملو حتى الملعاقات طبعا اكيد اللي متوفر عندكم وهنا من بعد ما غلفتها جيدا كتبق لي واحد شوية الكريمة بالنسبة لها الكريمة استعملت معكم حدا قدة ما تشيتش معكم وما تبقاش يعني ضيعة معنا خليتها دك شوية بضمن نزين به السويس رول بتاعنا هنا بغيت من الملس السويس رول بتاعنا بها الطريقة هذي خديت واحد الورق وكنبقا نملسها بها الطريقة هذي لعندكم هذه الورق بلاستيك فمن الاحسن اللي تحب تستعمل الورق فلازم تحكمي فيها كده باش كي يطلق معاكم السويس رول هنا دخلتها المجمد بيد من نحضره القناش دي الشوكولاتة تقريبا نخليها نصف ساعة باش كتجمع لنا هذي الكريمة بالنسبة القناش الشوكولاتة اللي نستعملوها من الفوق نغلفو بها عندي متين جرام من الشوكولاتة بالحليب من الاحسن تكون النوعية ممتازة هكدا باش كتعطيك محضو قرافيع جدا وكتعطينا المعاة رائعة ضفت كأس الا ربع من الحليب اللي تيكون مغلي ج جدا يعني سخون وكنخلط المكونات جيدا حتى كانت تحصل على هات القوة ماذا يعني كيفما قد لكم النوعية ممتازة كتعطيكم المعاة رائعة جدا من الاحسن تستعملو الشوكولاتة نوعية ممتازة في نفس الوقت كتعطينا الضوء رفيع خلاص هنا من بعد مدازلية نصف ساعة في المجمد مباشرة هذيك الشوكولاتة اللي استعملناها القناش كنصبها في الفوق كده من الاحسن تخليها في الورق بتاعها هكدا باش هذيك الجوانب الى كانت مازال موصلها الشوكولاتة كنزب الملع وكنعاود نغلف من جديد وهذه الشوكولاتة اللي نزلت لنا من تحت ما تضيعوهاش فاكيد رها تحتاجوها في حاجة تانية انا ما كان ضيعاش كنخبيها في البلاستيكا غيدائية كنحطها في المجمد كل ما كانحتاجها راني كان نوجدها صافي هنا اخواتي من بعد ما غلفت السويس رولي بتاعنا او الكيكرولي كان هزوب تنين سكين من التحت باش كي تزلينا بكل سهولة كنحطوا الصحن التقديم بالنسبة لهنا التزيين خلي تحتها نشفات هذيك الشوكولاتة من فوق عاد ضفت شوكولاتة دوبتها في حمام مائي بوحدة بدون حليب باش هكذا كتعطينا شكل جميل وضفتها كخطوط بهالطريقة هذي في اي بلاستيك من توفر عندكم او بوش والكريمة اللي تفقت لنا اكيد كنزينو بها بهالطريقة هذي كوريدات كتعطينا شكل جميل للسويس رول او كيكرولي انا عطيتكم جميع الاسرار كيفما تحبوه ما شاء الله وتزينو كيفما تبغيو وهات السويس رول كي يعطيه واحد النتجة اللي رائعة هنا زينتو بحبيبات الشوكولاتة ونقسم معكم المغصو الاول كيف كتشوفوا معي اخواتي بالنسبة للمغصو الاول رفع اكد رو محسوش اكد ولكن ركي يطلع رائع جدا من الاول كيف كتشوفوا الرول بتاعنا ما شاء الله ناجح مائة في مائة بدون تشققات وما يتشققش معكم اكد ونجرب معكم واحد المغصو باسمنا هذا المغصو التاني قطعته فطبعا كتقطع بوحد سكين كيكون حامي فكذا مش كتقطع معكم كل سهولة ما شاء الله جي نواز تشربت رائعة لديدة خفيفة بنينة وبناء عالمية ما شاء الله انا معلية لنا نقول لكم جربوها وانتو ما تكتشفوا المغصو بتاعها ان شاء الله كتجي ولا اروع وطبعا ممكن تستعمل واحدة مشروع مربح ومربح جدا جدا تمنى حبيبتي وصديقتي الغالية هذا الفيديو لنرداء والسحسن بتاعكم اكيد ان شاء الله نخلكم في امان الله وحفظه دمتم بألف خير الى فيديو قادم بإذن الله سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته